بسم الله تعالى وبركاته عزيزاتي أعزائي تلميذات وتلاميذ المستوى السادس مرحبا بكم سأقدم لكم اليوم درسا في مكون الصرف والتحويل تحت عنوان اسم الزمان والمكان الهدف من هذا الدرس هو القدرة على تعرف اسمي الزمان والمكان وتمييزهما وصياغتهما واستعمالهما مراحل الدرس تذكير، ملاحظة واستكشاف استنتاج، خطاطة، استثمار تذكير عرف الفعل المثال والفعل الناقص الفعل المثال هو ما كان أوله حرف علة والفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة نعم كيف يصاغ اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي؟ يصاغ اسم المفعول من الفعل الغير الثلاثي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره نعم نص الانطلاق ورث إدريس عن أبيه حقلا فسيجه وجعل له مدخلا ومسيرا يؤدي إلى بيت جميل اتخذه مأوى له وأحدث مغرسا لأشجار مثمرة وأظهار زاهية الألوان وبدأ يرعاها من مشرق الشمس إلى مغربها فغد الحقل ملتقى الأحباب ومستقرا لعائلته تأمل الكلمات التي تحتها خط ما نوع هذه الكلمات؟ هل هي أسماء، أفعال، أم حروف؟ إنها أسماء نعم ما الأفعال التي صيغت منها هذه الأسماء؟ إذن هذه الأسماء مثلا مدخلا صيغة من فعل دخل ومشرق صيغة من فعل شرق على ما تدل هذه الكلمات؟ مدخل كلمة تدل على مكان الدخول مثال رأيت الحارس عند مدخل المؤسسة مشرق كلمة تدل على زمان الشروق نقول مدخل اسم مكان ومشرق هو اسم زمان نستنتج أن اسم المكان اسم مشتق من الفعل يدل على مكان حصول الحدث واسم الزمان اسم مشتق من الفعل يدل على زمان الحدث لاحظوا الجدول التالي لدي خمس أعمدة العمود الأول لدينا أسماء الزمان والمكان ثم أوزانها ثم الفعل الذي صيغت منه هذه الأسماء مضارعه ووزن مضارعه في الأسطو الثلاثة الأولى صيغ اسم الزمان والمكان على وزن مفعل انتبهوا معي مدخل على وزن مفعل ملعب على وزن مفعل مأوى على وزن مفعل الأفعال التي صيغت منها هذه الأسماء كلها ثلاثية دخل لعب أوى دخل ولعب فعلان صحيحان مضارعهما على التوالي يدخل على وزن يفعل بضم عينه ويلعب على وزن يفعل بفتح عينه وفعل أوى فعل ناقص يصاغ منه اسم الزمان والمكان على وزن مفعل استنتاج أول يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل إذا كان مضارعه مفتوح العين أو مضمومها أو كان ناقصا نعود للجدول ونلاحظ جميعا السطرين الرابع والخامس لدينا في السطر الرابع مجلس على وزن مفعل وموعد على وزن مفعل صيغة اسم الزمان والمكان على وزن مفعل الأفعال التي صيغت منها هذه الأسماء ثلاثية جلس مضارعه يجلس على وزن يفعل وعد فعل مثال صحيح الآخر استنتاج ثاني يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل إذا كان مضارعه مكسور العين أو كان مثالا صحيح الآخر نعود مرة أخرى للجدول ونلاحظ السطر الأخير في السطر الأخير لدينا ملتقى على وزن مفتعل صيغة من فعل التقى صيغة اسم الزمان أو المكان من فعل غير ثلاثي التقى على وزن اسم المفعول نمر إذن إلى القاعدة اسم الزمان ما يؤخذ من الفعل للذلالة على زمان الحدث واسم المكان ما يؤخذ من الفعل للذلالة على مكان الحدث لسمي الزمان والمكان من الفعل الثلاثي المجرد وزنان مفعل ومفعل وزن مفعل وزن مفعل من يفعل مثل يبدأ مبدأ أو يفعل مثل يكتب مكتب أو من الفعل المعتل للآخر أي الناقص مثل يلهو ملهن وزن مفعل من يفعل مثل يجلس مجلس أو من الفعل المثال الواوي مثل وضع يضع موضع يكون اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي المجرد على وزن اسم المفعول مثل مجتمع مستشفى منتدى لنحول القاعدة إلى خططة يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل غير الثلاثي على وزن اسم المفعول وذلك بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره ويصاغ من الفعل الثلاثي إما على وزن مفعل في حالتين إذا كان مضارع الفعل مكسور العين أو إذا كان الفعل مثالا صحيح الآخر وقد يكون على وزن مفعل في ثلاث حالات إذا كان مضارع الفعل مفتوح العين أو إذا كان مضارع الفعل مضموم العين أو إذا كان الفعل ناقصا نمر إلى الاستثمار النشاط الأول لكي نتعرف ونميز بين اسم الزمان والمكان سنستخرج جميع أسماء الزمان والمكان الموجودة في نص الإنطلاق وندرجها في الجدول أما النشاط الثاني يجب عليكم أن تنجزوا الأنشطة المدرجة في كراستكم صفحة 191 إلى هنا انتهت حصتنا لهذا اليوم نلتقي في الحصة الموالية من أجل تقويم مكتسباتكم وتصحيح الأنشطة إلى اللقاء